شلونكم شاكم ماكم إن شاء الله الكل بخير وبصحة تمام حلو أنه نشوف شركة مثل شاومي تدخل وتنافس في سوق اللوحيات في ظل وجود شركة أبل وإبدعها في صناعة الآيبادات والتابلت اللي ويانا اليوم هو الشاومي باد فايف اللي طلبتوه من عندي كثيرا وشكرا للشباب في متجر داماس اللي يوفروننا هذا التابلت حتى نسوينا مراجعة بالقناة حتى المتابعين يستفادون ويعرفون شنو أمكانيات هذا التابلت قبل الشراء هذا التابلت سعره أثناء تصوير هذا الفيديو هو 360 دولار ومتوفر عند متجر داماس في بغداد ورح أخليكم روابط الفيسبوك وانستجرام لمتجر داماس في وصف هذا الفيديو وقبل نفوت بالتفاصيل تعالوا شوف أبرز مواصفات الباد فايف من شركة شاومي معالج سناب دراجون 860 6 جيجابايت رام مع 128 ذاكرة داخلية شاشة 11 إنج من نوع LCD بتردد 120 هرتز سماعات سبيكرز عدد 4 بتقنية دولبي أتموس بطارية بحجم 8720 ميلي أمبير أنا شوف سعر الباد فايف للتثمية و60 دولار يعتبر جيد قياسا بالمواصفات اللي يقدمها هذا التابلت ويخليه في مقارنة مع الآيباد 9 فهل فعلا هو أفضل من الآيباد 9؟ بالبداية خلينيجي للشاشة وبشكل مختصر فشاشة الباد فايف حجمها 11 إنج تعتبر مميزة لمشاهدة الفيديوات على رغم من أنها LCD ولكن هذا متوقع عليه شفية سعرية الهرتزية العالية 120 هرتز تنطي سلاسة حلوة أثناء التنقل ما بين القوائم السلبية الوحيدة اللي شفتها هي سطوع الشاشة متوسط ولكن أنا أعتقد أنه استخدامات التابلت مو مثل الموبايل على الأغلب تكون داخل بيت أو داخل غرفة معينة مو مثل الموبايل تحتاجها يعني تحت سطوع الشمس لازم تكون الشاشة لبرايتنس مالتها عالي استجابة شاشة الباد فايف للقلم جيدة ولكنها ليست أفضل من الآيباد 9 تصميم الباد فايف حلو وعصري ووزن الجهاز أكثر من نصف كيلو سماعات السبيكرز هي الأفضل بهذه الفئة السعرية ورح تحصل تجربة صوت مميزة منفذ التايب سي موجود وتقدر تشحن عن طريقة بقدرة 33 واط ولكن الشاحن اللي يجي بالعلبة قدرته هي 22.5 واط فقط حجم البطارية مثل ما قلنا هي 8720 ميلي أمبير وصرف الجهاز البطارية ممتاز جدا في التصفح ومشاهدة الفيديوهات وينطيك ما يقارب 14 ساعة من الاستخدام ولكن في الألعاب وخصوصا مع الاعدادات العالية رح تشوف أقل من هذه الأرقام وهذا يعتبر شي طبيعي باعتبار الألعاب اللي بيها جرافيكس عالية تصرف بطارية أكثر بشكل عام البطارية ممتازة وتقدر تعتمد عليها حتى مع الاستخدام المكثف وقبل نروح للأداء تعالوا شوف الكاميرات اللي تيجي بالبط فايف الكاميرا الخلفية هي 13 ميجابيكسل وكاميرا السيلفي هي 8 ميجابيكسل تصوير الفيديو في الكاميرا الخلفية لحد 4K 30 فريم وفي الكاميرا الأمامية لحد 1080 30 فريم بشكل عام أداء الكاميرات يعتبر متوسط إذا موسيء في بعض الأحيان وهذا الشي طبيعي باعتبار حتى الاهتمام من قبل الشركات اهتمام قليل بالكاميرات اللي تيجي باللوحيات بسبب أنه اهتمام المستخدم بالتصوير في هذه الأجهزة يعتبر اهتمام قليل فأكيد الشركة ما تصب اهتمامها على الكاميرات ودائما نشوف الكاميرات اللي تيجي باللوحيات مهما كان سعرها تعتبر متوسطة أو أقل من الجيدة قياسا بالموبايلات اللي تيجي بها كاميرات أفضل بكثير وصلنا هسا للأداء تابلت الباد 5 بمعالج السناب دراجون 860 ومعمارية 7 نانومتر ينطيق أداء ما بين الجيد والجيد جدا شخصيا ومن خلال تجربتي ما حسيت أنه هذا التابلت أداء قريب من الفلاكشيب خصوصا وأنه التابلت يحمي عند استخدام الألعاب لفترة طويلة ولكن الأداء بشكل عام لما تجي تشوف السعر رح تحط لألف مبرر لكن اللي ما لقيت له مبرر واللي مأثر فعليا على الأداء هو واجهة شاومي اللي حتى وأنه هذا التابلت يجي بمعدل تحديث 120 هرتز إلا أنه أكو تقطعات كثيرة أثناء التنقل بالقوائم وهذا الشي غريب حسيته كأنه جهاز يقطع ويعلق وهنا هنا هذه مشكلة معروفة مشكلة أزلية بواجهة شاومي ويحتاج أنه يعني يرتبون أمورهم من ناحية السوفتور أعتقد الموضوع صار لكل يعرفه أنه واجهة شاومي تعتبر من أسوأ الواجهات بالعالم لو نفترض أنه هذا التابلت لو جاي بنظام خام على هذه المواصفات على هذه الإمكانيات اللي قدمها فكان اكتسح السوق بشكل مطبيعي خصوصا بهذه الفئة السعرية لما تجي تقارن بآيبادات مثل آيباد ناين بس لا تعتبر هذه نقطة سلبية قد تمنعك من شراء الباد فايف كل ما في الأمر أنه هذا التابلت أكو إلى منافس قوي جدا والأغلبية تفضل أنه تروح له وهو الآيباد ناين من شركة أبل وبشكل مبسط رح أسوي لكم مقارنة ما بين الآيباد ناين والباد فايف من شركة شاومي ورح أركز فقط على الجوانب المهمة والاختلافات ما بين الجهازين بالنسبة للشاشة فالتفوق هنا للباد فايف لأنه تجي بمعدل تحديث عالي 120 هرتز بالإضافة إلى أنه الألوان في الباد فايف أحلى من الآيباد ناين الأداء بشكل عام تقدر تقول متكافئ ما بين الجهازين ولكن في لعبة باب جي فالأداء أفضل على الآيباد ناين برغم أنه الباد فايف يقدر يشغل فريمات الأكستريم على إعدادات الـ HDR بينما الآيباد ناين تحصل فريمات الألترا على الـ HDR وأيضا الباد فايف شاشة 120 هرتز فممكن مطورين لعبة باب جي يضيفون خيار 90 فريم على الباد فايف في المستقبل بس خلي بالك على الآيباد ناين لعبة باب جي قلة التقطعات لجرافيكس أفضل لأنه في الباد فايف تحس الصورة شوية بكصلة حتى مع الإعدادات العالية من ناحية البطارية فالباد فايف بطاري توصر في المعالج البطارية أفضل بفارق بسيط عن الآيباد ناين سبيكرز الباد فايف أفضل بمراحل من سبيكرز الآيباد ناين أما من ناحية استخدامات الدراسة فالآيباد ناين والباد فايف الآيباد ناين يستاهلون أن يكونون ملوك على هذه الفئة خصوصا بهذه الأسعار أنا أشوف هذني التابلتين سواء كان الباد فايف أو الآيباد ناين يبقى حسب يعني رغبتك شو تريد تريد الآيباد أو اس أو تريد فتشي أندرويد الآيباد يعتبرون من أفضل وأنسب اللوحيات اللي ممكن تفيدك في الدراسة بالنسبة للتصوير فالثنياتهم يعتبرون أداءهم متوسط إذا موسيء ولكن الآيباد ناين يجي بتقنية السنتر ستيج في الكاميرا الأمامية اللي ممكن تخدمك في مكالمات الفيستاين من ناحية التصميم أكيد الباد فايف أجمل بكثير السكيورتي أو فتح قفل الجهاز فالتفوق هنا للآيباد لأنه البصمة ممتازة بينما في الباد فايف الاعتماد يكون على التعرف على الوجه من خلال الكاميرا الأمامية وهذا الشي غير آمن فتحت 3.5 ملم موجودة بالآيباد ناين ولكن غير متوفرة في الباد فايف بالنسبة للنظام وتجربة الاستخدام والتحديثات المستمرة والعمر الافتراضي فأعتقد أنه الآيباد ناين يكون أفضل بجدارة وهذه هي النقطة المهمة عندي آني كمستخدم شخصيا أختار الآيباد ناين لأنه يعتبر استثماره كأداء وكتحديثات مستمرة فأكيد التفوق واضح للآيباد ناين على الباد فايف لأنه بطبيعة الحال أي تابلت أندرويد أشوفه ما يقدر ينطي أكثر من 3 سنين من التحديثات ومن نفس الأداء المستمر بينما أقل الآيباد موجود بالسوق حاليا فهو ينطي 3 سنين من نفس الأداء بكل بساطة وأكيد طبعا يوصل لأكثر من 3 سنين لكن شركة شاومي قدمت الكثير وأبدعت في هذا التابلت وأشوفه فعلا يستحق الشراء ما عليكم باختياري للآيباد ناين أكو نقطة مهمة جدا وهي أنه الباد فايف أشوفه إمكانياته مشابهة لإمكانيات التابلت السيفن من شركة سامسونج ولكن سعره كان 560 دولار فمقارنة بسعر الباد فايف 360 دولار وأكيد طبعا ممكن ينزل سعره أكثر من المستقبل أشوفه مكافئ جدا يعني أكو تقارب جدا قوي ما بين التابلت السيفن وما بين الباد فايف فهنا أنا أحيي شركة شاومي أنه صنع الجهاز يكافئ واحد من أفضل الأجهزة اللوحية وبيفارق سعر جدا كبير عنه فاللي يشوف نفسه ما يتحمل نظام أبل ويريد تابلت أندرويد أكيد الباد فايف من شركة شاومي يعتبر الأبرز والأنسب سعرا وكقيمة مقابل المال هو الأفضل حاليا أما اللي متعود على الآيبادات وراضي بهذه التجربة سواء كان عنده آيباد سيفن أو آيباد ايت أنصح أن يروح للآيباد ناين على حساب الباد فايف بالنهاية أتمنى أنه تكونوا استفادئتوا من هذا الفيديو إذا عجبكم حطونا لايك واشتركوا بالقناة إذا بعدكم ما مشتركين حتى لا تفوتكم الفيديوهات القادمة وتابعونا على حساباتي الظاهرة أمامكم فيسبوك وإنستجرام المعرف هوات هشتيك تسعة واشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم